بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله لماذا أخفى الله عننا سر ليلة القدر وموعد ليلة القدر بالضبط من الممكن أيها الأحبة بسهولة أن يخبرنا القرآن الكريم عن موعد ليلة القدر أو أن نجد ذلك في حديث نبوي الشريف ولكن أخفى الله عننا هذه الليلة لحكمة عظيمة جدا أنا أحاول اليوم أن أتعرف على هذه الحكمة في هذه الومضة السريعة الله عز وجل أراد لنا الخير الله يريد لنا أن نعمل أكثر لو أخبرنا أن ليلة القدر هي مثلا ليلة 27 أو 23 أو 29 إلى آخره لتكاسل البشر لأن الإنسان من طبيعته التكاسل يحب الشيء العاجل الإنسان عجول أيها الأحبة يحب أن يعمل عمل بسيط ليأخذ ثواب عظيم فربما معظم الناس يحيي هذه الليلة فيكسب أجر ألف شهر لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر ولكن الله عز وجل رحيم بعباده يحب منهم أن يدعوه أكثر أن يعملوا أكثر أن يلجأوا إلى الله أكثر لذلك عندما أخفى الله عن موعد هذه الليلة هذه الليلة من المؤكد أنها في شهر رمضان تحديدا لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر فالله أنزل القرآن متى في ليلة القدر في آية أخرى في سورة البقرة يقول تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن القرآن نزل في الرمضان وفي ليلة محددة هي ليلة القدر متى ليلة القدر بالضبط لا أحد يعلم طبعا العلماء يقولون ممكن ليلة 27 غالبا يعني الغالب ولكن حقيقة الموعد الدقيق لا أحد يعلمه وكل الدراسات والأبحاث التي يعني نجدها على الإنترنت كلها آراء واجتهادات شخصية قد تصيب وقد تخطئ المهم الله عز وجل أراد أن يوصل لنا رسالة من خلال إخفاء موعد ليلة القدر أن الله يحب من عباده أن يعمل أكثر ويدعوه أكثر ويتضرع إلى الله أكثر ويطلب منه أكثر لأن الله يحب العبد اللحوح الذي يدعو بإلحاه فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء بسيطا جدا نقوله إذا أدركنا ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عننا هذه يعني كلمات رائعة جدا والله أيها الأحب ينبغي أن نقولها في ليلة القدر وتحديدا في العشر الأخير وحتى خارج رمضان يجب أن ندعو الله بأن يعفو عننا لأن الله إذا عفى عنك يعتبر أن أمورك كلها ستسير بشكل جيد إذا عفى الله عنك أطلب بعدها ما تشاء لأنك أصبحت قريبا من الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يطلب شيئا من الله وهو يعصيه يعني هذه عفوا يعني وقاحة أنت تسيء لإنسان كمثال بسيط تسيء لإنسان ثم تطلب منه أن يقدم لك خدمة على الأقل اعتذر أولا أولا اعتذر ثانيا أطلب ما تشاء لذلك العفو هو يعني أول خطوة على طريق أن يستجيب الله دعائك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنه فبما أن الله يحب العفو فطلب من عباده الدعاء وبما أن الله أخفى هذه الليلة إذن أنت يجب أن تعمل كل يوم طيلة شهر رمضان على أمل أن تدرك هذه الليلة إذا كل يوم دعوت الله بهذا الدعاء وأدعي أخرى وتدبرت القرآن وتصدقت وعملت أعمال صالحة تصور أخي الحبيب صدقة صدقة تعادل عمل ألف شهر يعني 83 سنة إذا صليت ركعتين في هذه الليلة المباركة فكأنما صليت لمدة 83 سنة ألف شهر إذا قرأت سورة قل هو الله أحد فكأنما قرأتها كل ليلة 83 سنة فكأن هذه الليلة سبحان الله هي زكاة عن عمرك يعني إذا قدر لك أن تعيش 83 سنة يكفي أن تدرك ليلة القدر مرة واحدة مرة واحدة فقط أدرك ليلة القدر وكأنك عملت طيلة حياتك 83 سنة التي هي ألف شهر لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال لنا ليلة القدر خير من ألف شهر بل أفضل ليس يعني انتبهوا أحبة في الله أن تعمل أو تقرأ الفاتحة مثلا أو تتصدق بعمل بسيط أو تصل الرحم أو تساعد إنسان تقدم خدمة لإنسان ما في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم العظيم ليلة القدر فكأنما أنت ساعدته لمدة 83 سنة بمعدل كل يوم بل أفضل لم يقل ليلة القدر تساوي ألف شهر قال خير من ألف شهر يعني قد تكون خير من ليس 83 سنة فقط بل مئات السنين إذا عملت مئات السنين لا تستطيع أن تعمل بما يساوي ليلة القدر إذن أحبتي في الله الأجر عظيم جدا ولكن معظم الناس غافلون للأسف للأسف الشديد فكن أنت من المميزين الذين يغتانمون هذه الفرصة ورمضان لم يبقى فيه سوى أيام معدودة حاول كل يوم أن تدعو الله دعاء أولا ثاني شيء أن تتصدق ولو بتمرة ولو بكلمة ولو بابتسامة نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مجال واسع للصدقة قال صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة إذن ابتسم في وجه زوجتك في وجه ابنك في وجه جارك مثلا هذه صدقة لك الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا تكلمت بكلمة طيبة مع أحد من الناس مع جارك مع قريبك مع إنسان غريب هذه صدقة لك فكل يوم دعاء زائد صدقة زائد أن تقرأ ولو آية من القرآن بتدبر إذا تدبرت آية فكأنما تدبرت يعني 83 سنة تدبر القرآن والشيء أساسي أن تدعو إلى الله في هذه الليلة ولو رسالة رسالة فيها إعجاز علمي فيها معلومة نافعة فيها آية قرآنية فيها حديث نبوي أي شيء فيه علم نافع أرسلها مثلا ولو لشخص لا أريد أن أقول لألاف الأشخاص لشخص تعرفه هذه دعوة إلى الله ومن أحسن من الله ومن أحسن ممن دعا إلى الله ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وفي آية أخرى أدعو إلى سبيل ربك والنبي جاء داعيا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى إذن هذه أربعة أعمال والعمل الخامس أن تصل الرحيم ولو بتليفون ولو برسالة مسج ولو بمكالمة هاتفية ولو بإرسال كل عام وأنتم بخير لا تنسى أرحامك فهذه خمسة أعمال يمكن أن تقوم بها كل يوم فإذا ما أدركت وأنظروا كم هي سهلة خلال دقائق تقوم بها إذا ما أدركت بالصدفة ولا يوجد صدفة في خلق الله كله بإرادة لا إذا ما أدركت وصادفت أنك تدعو وتتصدق وتقرأ القرآن وتصل الرحم وتدعو إلى الله فهذا يعني سيكون تكون قد أصبت أجر أكثر من 83 سنة أكثر بل أكثر لذلك اجتهد كل يوم بالإضافة لأن تصلي ركعتين في جوف الليل في منتصف الليل تقوم من الليل تصلي ركعتين على نية أن يرحمك الله أن يتقبل منك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يلهمنا الدعاء في ليلة قدر وأن يعفو عنا في هذه الليلة المباركة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا